اشتركوا في القناة لماذا؟ لأن كل مدينة في كندا لها قوانينها الخاصة قد تكون هذه القوانين تتحدث عنها أنا عم بحكي الآن عن مدينة أوتوا لأن معظم القوانين جبتها من الموقع تبع مدينة أوتوا تختلف اختلاف كله عن مدينة ثانية أو مقاطعة أخرى في مثال بسيط مدينة مونتريال دائما 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 لفة على الشمال لما تكون الإشارة خضرة مش لفة على اليمين عفوا اللفة على اليمين دائما لما تكون الإشارة خضرة في آتوا مثلا أو في مقاطعة أنتاريو بشكل عاب بتقدر تلف على اليمين في حال دائما إلا إذا كان محطوط إشارة عدم اللفة على اليمين على الإشارة الحمرة فيعني بدك تنتبه لهذه الشغلة مثال آخر مثلا في مقاطعة أنتاريو مش مجبر أنت أنك في المرور أو بالليل بتقدر توقف السيارة على الشارع في الأماكن في الدخلات والزواريب إلا إذا كانت في بان أو منع للتوقف على الشوارع بسبب تساقط وستلوج لأكثر من أثقل سبعة سنتيمتر فببعتوا رسالة للجميع أنه ممنوع بالإيمين وساعتها سيارات تنظيف هذه التنظيف في الثلج وتنظف فإذا تضع سيارتك ستعيق تنظيف الثلج في كيبيك دائما دائما من 1.12 إلى 1.4 ممنوع استفاف على الشوارع بالليل فإذا واحد تصف بالشوارع بالليل بتخالف بغض النظر سيارته من وين فهذه بعض القوانين البسيطة اللي بتختلف في المرور وفي مثال في مقاطعة كيبيك في إشارة خضراء الإشارة الخضر لما تضوي بتصير تعمل فلاشنج في بعض الدول لما بتعمل فلاشنج معنا راح توقف أو تنتهي أو تصير حمرة في كيبيك لما تعمل فلاشنج معناها أنه أنت مسموح لك الذهاب في جميع الاتجاهات يمين أمام شمال في جميع الاتجاهات بالاستثناء هذا معناها فلاشنج إذا كانت صلد بس خضرة معناها أنه ممكن تروح بجميع الاتجاهات بس تنتبه لأنه أمامك جايه عنده أخضر صلد فلاشنج لما تلف على الشمال لازم تنتبه للي جاي أمام لما تكون فلاشنج لازم تنتبه لأنه مفتوحة بس إلك لي فأي الشغلات مش موجودة مثلا في أنتاريو ليس موجودة في كل العالم ليس موجودة في أنتاريو هاي الشغلات بتختلف من مقاطنة مقاطعة عشان هيك فيدي إياكو أول ما تيجو وتبدأ تسوق تروحوا على موقع البلدية تبعتكو لأنه هذه البركينج بتحطها موقع البلدية اللي عم بحكي عن الباركينج الاستفاف فقط موضوع كتبير وكتير فيه شغلات وفيه أرقام كثيرة يعني أنا صراحة كنت هيكو أحط تخمينا لكن طلع فيه أرقام لازم تنتبهونها يعني إذا إنت صانت 2 صانت 10 صانت ممكن ما يخالفوك بس إذا مبين أنك مثلا متر متر ثلاثة رح تدخال فخليكم على الفيديو وإن شاء الله تستفيد منه إنتو شايفين هذي الإشارتين بيختلفوا هاي الأولى إنه ممنوع أي إش يصف بعد هذه الإشارة زي هاي السيارة مخالفة وهون من تاريخ إلى تاريخ من ديسمبر 1 ل مارش 31 ممنوع الإستفاف فدول الإشارتين لازم ينتبهون يعني هاي السيارة مخالفة إحنا اليوم 30 نوفمبر فهذه السيارة أوكي البكرة ما تقدر تصف طبعا هاي هي تبعة الإطفاء فممنوع الإستفاف حواليها اللي هو 3 متر من اليمين و3 متر من الشمال وهاي هون الإشارة ما معناها إنه ممنوع الإستفاف قبل وبعد يعني طول الشارع هون ثلاث إشارات ممنوع الإستفاف بهذا المجال يعني قبل هذه الإشارة ممنوع الإستفاف بعدها مسموح ثلاث ساعات من السبعة للسبعة طيب السؤال الآن بعد السبعة مساء كم ساعة ست ساعات هذا القانون ست ساعات إذا مش موجود رقم الآن هون بقول لك يعني اللي معهم الناس اللي عايشين هون باخدوا زي تصريح من المدينة وممكن يجلسوا أكثر من ثلاث ساعات كما ترون محددين لك سبع ساعات من الثنين للجمعة من الثنين للجمعة من السبعة للسبعة بعد اليوم سبت والأحد ممكن تجلس أكثر من ثلاث ساعات المسموح في ست ساعات هاي معناها انه اي يوم بغض النظر سبت احد اثنين ثلاث اربعة اربعة جمعة من السبعة الصبح للسبعة لل احد عشر المساء تقدر تعمل باركينج لمدة ساعة واحدة فقط الا اذا معك تصريح خاصة لسكنين بالأماكن هاي زي اللي هون هاي هاي اللي شراء شوي معقدة هون بحكي لك انو باتجاه الشمال ممنوع الاستفاف في اي وقت من التمانية ونص للخمسة بعد الخمسة المساء ممكن من يوم التنين للجو في الاتجاه التاني بحكي لك انو من التمانية للتمانية ونص ممنوع الاستفاف من التسعة وربع لل되 تلاثة وربع ممنوع ومن تلاتة وخمس وربع ممنوع الجانب المساء من لك مسموح خمسة عشر دقيقة فقط من الساعة تمانية ونوص للتسعة وربع من يوم الموندي لفرايدي يعني اه انتبه هون انه مسموح تصف من اليوم الاثنين للجمعة بهذه الاوقات فقط سبت احد مسموح تصف اكثر من خمسة عشر دقيقة بس اه انتبه بالاوقات اللي ممنوعة لانه مش حاطين ايام طبعا هذا الميتر اللي ممكن تدفع فيه الان في اوتوى في طريقتين تدفع ياما عن طريق هذا الجهاز او اونلاين هذا بحكي لك انه بشكل عام اي يوم دك تدفع والتسعير طبعا عشان بفصل الشتاء واجب المواطن الكندي انه نظف متر ونص ومتر ونص من جنب اه الحريق او متفاة الحريق طبعا هون حكينا انه من ديسمبر لمارتش ممنوع الاستفاة في يمين وشمال ومن ايبريل لنوفمبر ممنوع من التسعة على الخمسة هون نفس الشيء هذه ممنوعة بدكم تنتبو عليها هذا القانون بحكي انه تلات ساعات ممكن تصوف ماكسموم من السبعة للسبعة من من التنين للجمعة بعد ذلك ست ساعات من السبعة مساء للسبعة الصباح وساتردي وساندي نفس الاشي هذا راح تجد فيه اماكن كتير لانه بقول لك ساعتين مسموح فقط للزبائن والغير زبائن راح يسحبوا سياراتهم اصلا فانتبو من هذا الموضوع هادي ساعتين باركينج من 8 الى 6 المساء وبعد ومن الجنب الاخر وان زي ما حكينا في انتاريو اذا ثلجت اكثر من 5 سنتيمتر بمنعوا الباركينج باللي وطبعا للأسف اذا خلافت على السريع راح تلاقي المخالفة جاي على الازازة عادة بعطوك 15 يوم عشان تدفعها وبعد هيك بصير عليها زيادة طبعا قبل فترة صار في نقاش شو هي الباركينج اللي ما بتدفعها خاصة اللي بتكون برايفت يعني مش تابع للحو يعني هذا شي مش هنحكي عنه كتير لانه لازم انتو تنتبو عليه لازم تستشيروا محامين بيضا احيانا كتير بيكون فيه سبيشال ايمنت في المكان فستيفال او اشيء زي هيك فبمنعوا الباركينج حتى لو كان موجود هذا مثال اخر لمنع الباركينج لانه فيه سبيشال ايمنت طبعا هذا المكان بس مسموح فيه للموظفين في هذه الشركة او المؤسسة طبعا هذا الهانديكاب او الناس الذوي الاحتياجات الخاصة بسمح لهم بس الاستفاف في هذا المكان وهذا المكان للمرأة الحامل او العائلة اللي معها عرباية الطفاية هاي معلومات عملات صف 3 متر من طفاية الحريق 100 متر من الجسر و 6 متر من ال public entrance او دخول العام لهوتيل او لشيء زي هيك و دونت بارك 9 متر من ال intersection او التقاطل و 15 متر من اشارة المرور هاي القوانين من مدينة اوتوا راح اطولكم الرابط تباعها بيحكي انه من الساعة 3 للساعة عفوا من السبعة الصبح لسبعة بالليل 3 ساعة بتقدر تصف من السبعة بالليل للسبعة الصبح بتقدر تصف 6 ساعات وبالهوليدي بتقدر تصف 6 ساعات ولازم تبعد 300 متر عن الاستفاف السابق عند تحرك السيارة 9 متر من التقاطل 3 متر من طفاية الحريق 1.5 متر من اي مدخل لبيت و اي رود اقل من 6 متر ممنوع عرضه ممنوع تصطف فيه طبعا بيحكي انه اي مكان على الهايوي او طريق السريع ممنوع الا اذا كان فيه مكان محدد لها ايام تنظيف الثلج زي ما حكينا والشغل الثالثة الا اذا فيه على الهايوي مكان محدد انك تصف فهذا هو المكان طبعا من عند المشاة لازم يكون 30 متر على خط المشاة بعيد من الجهة القادمة و 15 متر من الجهة المعاكسة طبعا هذا اذا الشارع اتجاه واحد اذا زي هون 30 متر من كلا الجانبين عشان المشاة يشوفوا صح طبعا عند الدائرة او الراوندوباوت لازم تكون تبعد عنهم 30 متر من جميع النواحي محطة الباس لازم تبعد قبلها 34 متر وبعدها 18 متر السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة